هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك سامو طعال الرحمن سامو طعال الرحمن في الموسم الخامس القادم بحول الله اللي رح يعني يمتد معنا ابتداء من يوم واحد شهر ستة اوكي لكن شابه حتى نكون واضحين وفي الصورة منذ البداية يعني النسخة التجربية رح تنزل رسميا بعد بضعة ساعات اوكي ورح اخلي لكم الرابط في وصف هذا الفيديو يعني الاحين سوف تلاقون يعني موجود كلمة يتيم تحضير الرابط اوكي لانه هذا المقطع رح يعيد نشره على شكل بوست او على شكل منشور حتى يعني تستطيعون تحميل النسخة التجربية اللي رح تنزل زي ما خبرتكم بعد بضعة ساعات من نشر لهذا المقطع شابه لانه النسخة التجربية بان الله رسميا رح تتوفر يوم عشرون وانا نشرت المقطع في يوم تسعتاشر اوكي يعني يوم عشرون رح تحصرون النسخة التجربية الرابط تلاقونه في وصف هذا الفيديو لكن بالنسبة لتشغيل النسخة رح يوفيكم بفيديو منفارد شابه وايضا النسخة رح تتوفر لنسخة يعني رح تتوفر نسخة تجربية لإصدار غارينة النسخة العالمية ما رح تتوفر هذا الموسم شابه لكن كل التفاصيل رح نستنتجها ونستمدها من النسخة الخاصة التجربية لغارينة اوكي حتى نكون واضحين شابه مش كل التفاصيل اللي رح تنزل في نسخة غارينة هي اللي رح نحصلها بشكل رسمي او بالمئة في الموسم القادم لكن على العموم بشكل عام الاكيد انه تسعون تمانون بالمئة من الاغراض اللي رح نحصلها في النسخة التجربية هذه هي اللي رح تتوفر معنا في الموسم القادم بحول الله لكلتا النسختين اوكي حتى نكون واضحين شابه حتى ما يعني ما لقي اي استفسار اخر اوكي لكن رح اعطيكم بعض التفاصيل اللي يعني شبه مؤكدة انها بإذن الله رح تنزل يا شباب شبه مؤكدة ويبقى التأكيد بحول الله يعني ابتداء من يوم غد رح هو فيكم بكل التفاصيل للاشياء اللي رح تنزل بشكل رسمية شباب اللي رح نحصلها كل الاغراض وكل الاشياء وكل التفاصيل وكل الشروحات رح تكون معنا ابتداء من هذا اليوم يعني فالجيم بلاي ممكن جدا اني اسحب عليه قيلة هذا الاسبوع النسخة قارنة او النسخة التجربية رح تمتد معنا مدة اسبوع كامل ابتداء من يوم عشرون الى غاية يوم يعني الى اخر يوم في هذا الموسم شباب يعني بعد يوم واحد خلاص رح تنتهي النسخة التجربية ونمر مباشرة الى الموسم الجديد زي ما ذكرت لكم في المقطع السابق شباب انه ممكن احتمال انه تكون هاد الشخصية هي اللي على اليمين رح تكون هي شخصية التصنيف البطر رويال وشخصية التصنيف اللي رح تكون معنا في الموسم القادم احتمال ايضا انه تكون هاد الشخصية التانية شباب يعني اذا ما كانت هاد ممكن تكون هذه الشخصية التي ي komplette أن تقوم نحن الشخصيةENات فممكن أن تكون أحسن فهذاة كلها التي كانت على اليمين لكن لا يوجد أي تأكيد حتى نكون واضحين التسريبات والتحرية دائما تكون نصفها ممكن يطلع صحيح أو يطلع خطأ أو مؤجل لكن عندما أعطيك أخبار وتقول لك أنه رسمي أكيد أنها رسمية التسريبات كما أخبرتكم فالشركة لها كل الحرية في تغيير الملفات حتى نكون واضحين أيضا فيما يخص الأوبيراتور سكيل الذي سينزل معنا أكيد أنه سيكون معنا أوبيراتور سكيل جديد في هذه المرة مش عارفة إذا سيكون واحد أو اثنين في الموسم القادم ولكن بشكل مؤكد أن الأوبيراتور سكيل الذي يخص هذا السيف سيتوفر معنا بشكل رسمي بإذن الله على الأغلب 90% أو 80% سيكون في الموسم السابع في تصنيف أو في تصنيف الموسم الخامس يعني حتى نكون واضحين لأنه أعلم أنه الكل ملخبط يعني أخي بعد عشرة أيام سنمر إلى تصنيف الموسم الخامس سينزل تصنيفك ورح تخسر نقاطك وكل شيء سيعيد التصنيف من جديد ليس من الصفر ولكن لديك نقاط ستخسرها ويترجع إلى المستوى آخر مثلا إذا أنت الحين ليجندري سترجع إلى المحترف واحد يعني نفس الاستراتيجية السابقة سواء كنت في البتل رويل أو البتل باس أو في عفوا في الملتي بلاير عفوا فإذا ما حصلت الأغراض حاول تحصلها للحين حتى ما تخسر الأغراض المجانية اللي موجودة في التصنيف لأنه بعد عشرة أيام رح تخسر كل شيء إذا ما حصلتها وأهم شيء أنك تحصل الشخصية أكيد بالإضافة إلى سلاح المنؤور اللي موجود في التصنيف الطور الجماعي كما أخبرتكم فيما يخص الأوبراتور سكيل هو بشكل مؤكد بالنسبة أيضا إلى سكور ستريك ذكرت لكم سابقا في المقطع اللي كان يوم أمس أو ما قبل يوم أمس سكور ستريك اللي رح ينزل معنا بشكل جديد ممكن أيضا يكون في هذه الأيام ولكن يبقى أيضا في طور البتل رويل هو كلاس الروح الشريرة فبإذن الله شباب يعني باقي يوم واحد وينزل معنا زي ما تشوفون يوم واحد وعشرون من هذا الشهر يعني بعد يومين أو يوم رح ينزل معنا تحديات اللي تخصه حتى نحصله هذا هو الكلاس اللي يخص الروح الشرية يعني تصير بشكل خفي لكن لو ترمي على العدو رح تصير بشكل مكشوف هذا يسمح لك الكلاس يسمح لك أنك تتخفى ما يشاهدونك الأداء يعني إذا مر جنبك كنت مهيل ولا أي شيء يعني أنا بالنسبة لي يعني ما يفيدني صراح لا يفيدني بشكل كبير لكن رح نجرب ونشوف رح أعطيكم يعني شرح كامل زي العادة يعني فيما يخص الأسلحة وكل شيء أوكي أي شيء يكون جديد أجرب ورح أفيدكم إذا يعني رح يفيدكم أو ما يفيدكم أوكي حتى نكونوا واضحين شباب فيما يخص الخرائط اللي ذكرتكم السابقا شباب أنه ماب رايبريت وماب مونيستري إن لفضتهم بشكل صحيح أنه كانوا في نسخة تجربية الموسم السابق فإحتمال يا شباب إذا نزل يعني في نقطة مهمة ما تكلمت لكم في المقطع السابق أنه ماب رايبريت هو كان يخص ماب ليلي وكان يخص ماب زومبي حتى نكون واضحين فإذا نزل ممكن يكون بواجهة ليلية والله أعلم شباب ننتظر ونشوف فيما يخص ماب مونيستري هذا الماب هو على شكل يعني ماب أدغال أوكي يعني كأنها خريطة غابية وكل من هذه الخريطتان أقصد هنا إلى الطور الجماعي في طور البطروية زي ما ذكرنا سابقا أنه رح يتم توسيع الماب هذا كل ما في الأمر يعني رح يتم إضافة أو تغيير الماب بشكل كبير أو بشكل عام وإنما توسيع الماب ورح تكون فيه أقل شيء خمس مناطق رح تنضاف هذا فيما يخص طور البطروية الكلاس الجديد اللي رح يكون ابتداء من يوم وغد بحول الله رح نستمر في أخبار اللي تخص اللعبة والتسريبات اللي تخص اللعبة للموسم القادم ورح يكون بكل التفاصيل بحول الله يعني حتى لا يكون الموسم غامض بشكل عام إذا أنت لا تريد نحرق عليك الموسم سواء من السكينات أو من الأغراض اللي رح تنزل أو من الأسلحة أو من أي شيء فأنصحك أنك يعني إذا شفت هذا المقطع يخص التسريبات أو الأغراض اللي رح تنضاف بحول الله أنك ما تدخل إلى المقطع وما تشاهد الليديو إذا أنت مش مهتم أوكي إلى هنا شباب دومتم في رعاية الله وحفظي أتمنى من صميم القلب أن لكم لا تبخلوا علي بمشاركة المقطع مع أصدقائكم لا تبخلوا علي أكيد بالضغط على زر اللايك تذكروا دوما اللايك مجاني وتقديرا لتعابي حتى نستمر معكم في نشر المزيد وكل التفاصيل سواء شروحات عن اللعبة كل شيء تريدونه أنتم تعلمون أنكم تلاقوه في هذه القناة سواء تحديات كل شيء يعني ما في أي شيء ما تلاقيه في هذه القناة إلى هنا دونتم في رعاية الله وحفظه وأتمنى أنكم استمتعتم بالجيم بلاي وركزتم بكلامي مش بالجيم بلاي زي ما شاهدتم آخر عدو دائما يطلع ليبوت أنا مش فاهم سلفة هذا اللعب نتمنى يتم حل المشاكل في الموسم القادم بحول الله سواء فيما يخص تقطيع اللعبة أو التوقيف الترقائي اللي يكون في اللعبة سواء كان بطور البطاريال أو بالميتي بلاي نتمنى أنه يتم حل كل هذه المشاكل في الموسم القادم بحول الله لأنه رح يكون تحديد عام بالنسبة للتاليخ التحديث رح هو فيكم بكل التفاصيل في الأيام القادمة بحول الله شاب يعني حتى نوفر كل المعلومات واحدة واحدة حتى أضغطكم بكل شيء فالله شاب لايكاتكم تذكروا اللايك مجاني وتقديرا لتعبي لايكاتكم فعلوا زر الإشعارات حتى هو فيكم برابط التحميل مباشرة رح أعيد نشر المقطع في بوست مع رابط التحميل رح يكون في وصف هذا الفيديو يعني مرة على مرة الشيك على الفيديو رح تلاقي الرابط في وصف هذا الفيديو وبعدها رح أشح لكم كل التفاصيل فالله شاب دمت في القتلة واحدة مع السلامة